الآن أيضا خارج مصر ومصر تواصل جهودها ومساعداتها للأشقاء الفلسطينيين في غزة سواء من حيث المساعدات أو إعادة الإعمار الزميل عوض الغنان مراسل إكسرا نيوز متواجد في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني والذي يشهد توزيع المساعدات الطبية المصرية عوض لليك الكلمة بتأكيد لليك المزيد من التفاصيل عن ما يقوم به الهلال الأحمر المصري نعم محمود كما أسلفت بالفعل نحن هنا في تغطية خاصة لفريق إكسترا نيوز نحن في محطة جديدة من تلك التغطية وتحديدة من داخل مقر الهلال الأحمر وبالأحرى وبالأدق داخل هذا المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر لكل غزة نتحدث هنا عن عشرات الألاف من الأطنان إنجاز التعبير التي وصلت من كل أنحاء العالم إلى هذا المكان النصيب الأعظم من هذا المخزن هو النصيب المصري الهلال الأحمر المصري موجود في كل أركان هذا المخزن وبالتالي كان النصيب الأكثر توزيعا على مدار الأيام والأسابيع الماضية حتى لا منذ دقائق كانتهت عملية التوزيع للإخوة الفلسطينيين من كل هذه المؤن والمساعدات الطبية وغيرها التي تأتي من قبل الهلال الأحمر أهمية هذا المكان أنه أيضا ليس فقط دعما من الهلال الأحمر الفلسطيني ولكن معبر رفح المصري يعبر من خلاله كل الدعم الذي يأتي من كل المنظمات الإقليمية والدولية والدول التي تقدم هذه المساعدات النوعية الطبية الخاصة بالهلال الأحمر الفلسطيني والتي تصل إلى كل المستحقين هنا الذين تعرروا لأضرار بالغة غراء هذا العدوان الإسرائيلي على قتاع غزة وكانت هناك إشادة من القائمين على العمل هنا داخل منظمة أو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أشهد بها بالدور المصري بأنه دورا لن ينسى على الإطلاق لأنه كان دورا داعما فعليا للقضية الفلسطينية عمليا على أرض الواقع من خلال وصول هذه المؤن والتي كانت تمسر إغاثة عاجلة للقطاعات الطبية والصحية الفلسطينية هذا على صعيد أما على الصعيد الآخر فصعيد الإعمار بالأحرى انتهت اليوم عملية إزالة كل الركام من مدينة دير البلح وبالتالي أصبحت هي أول مدينة يعلن فيها رسميا انتهاء عملية الإزالة الأركام أو الركام عبر الأسبوع الماضية وذلك بنجاح الفريق المصري مهندسين وعمال مسلحين بأحدث الأجهزة والمعدات وكان هناك وقتا سريعا نجح في إنجاز هذه المهمة هذا الفريق سينطلق إلى منطقة أخرى حتى الآن الأخبار تتحدث أنهم سينطلقون المحمود إلى شمال قطاع غزة وبالتالي على نهاية هذا الأسبوع سينتهي بشكل كامل عملية إزالة الركام والتأثيرات السلبية من عملية القصف وبالتالي سيكون العمل بعد ذلك على أرض الواقع من خلال تنفيذ الرؤية والاستراتيجية الخاصة بالإعمار وفيها حديث طويل تحدثنا فيه خلال المدخلات السابقة بأن الرؤية المصرية العاملة في هذا القطاع تعتمد أساسا على المواطنين الفلسطينيين من حيث عملية التشغيل ولكن الإشراف والهندسة والرؤية التنفيذية بصفة أسا تكون مصرية بشاركة مع الحكومة الفلسطينية هذا سيساعد بشكل كبير للغاية على القضاء على البطالة لأن العمال الفلسطينيون هم الذين سيكونوا القوى الفاعلة والدفعة لعملية إعادة الإعمار وليس أي جنسيات أخرى وليست عمالة أخرى لأن هذه نقطة مهمة جدا قيل عنها الكثير وكان هناك أحديث كثيرة وبالتالي هذا الأمر سيمثل طفرة اقتصادية القطاع هنا في أمس الحاجة إليها لأن نسبة البطالة تفوق الستين في المئة معبر رفح يعمل على أفضل ما يكون وتزداد نسبة الدخول والخروج من القطاع خلال الأيام القادمة على مبناء وأيام قليلة تفصيل عن عيد الأطحى فبالتالي هناك حالة استنفار إداري في هذا المعبر الحي والمهم وهو يعتبر الرئة الوحيدة لقطاع غزة بمليونيه نتحدث عن أكثر من 2 مليون و2 مليون و2 ألف مواطن فلسطيني لا يوجد له أي متنفس إلا فقط معبر رفح وبالتالي المعابر الأخرى ما زالت مغلقة على ذكر إغلاق المعابر كان هناك بيان صدر في مساء أمس اتحاد المقاولين الفلسطينيين طالب تفعيل الاتفاقية البرية أو الجانب البري ما بين مصر وفلسطين وضرورة الربط الاقتصادي مع الجانب المصري حتى يتم تسهيل هذه المهمة حياة الاقتصادية على الفلسطينيين هذا هو المشهد حتى هذه اللحظة داخل قطاع غزة محمود تفضل ولديك أي تساولة؟ نعم بشكرك شكرا جزيلا الصورة واضحة وبالتأكيد دوما سنكون معك من غزة سواء تقديم المعاونة معبر رفح أو حتى أخبار الإعمار كل توفيق لك كفريق عمل إكسترا نيوز وكل توفيق بالتأكيد للفريق المصري ممن يعمل طبيا وهندسيا إذن أشكر موصول للزميل عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز